كشفت Human Rights Watch عن تجنيد حزب العمال الكردستاني صبية وفتيات تحت سن الخامسة عشر في العراق إضافة إلى قيامه بخطف أطفال حاولوا تركه ومارسوا بحقهم انتهاكات خاطرة وذكرت Human Rights Watch المعنية بحقوق الإنسان في تقرير لها ذكرت أنها وثقت 29 حالة شمال العراق حيث جند أطفال أكراد وإيزيديون على يد جماعتين مسلحتين هما قوات الدفاع الشعبي ووحدات مقاومة سنجار للقتال معه مطالبة حزب العمال بإدانة قاطعة لتجنيد الأطفال واستخدامهم